في أي طار أو سياق ربما نضع ما تعرض له مندى صابية المندائيين في محافظة ميسان لهجوم أدى إلى إصابة اثنين من حراس نعم شكرا على الاستضافة هذا مو أول استهداف للمكون الصابية أول ما بدأ الاستهدافات من التهجير وبدأ الاستهدافات من البيوت والأراضي وهذا بدأ الاستهداف على المعابد وهذا بصراحة فات شيء مؤشر خطير لأن موقفنا بالنسبة للعراق هو موقف سلمي موقف محبة موقف تعالف ما عدنا مشكلة ويبقية الطواف ولا عدنا أمور خطرة معاهم بالعكس احنا يسمون الطائفة الذهبية والمفروض الطائفة الذهبية المفروض تكون أرقى من أن تكون وحافظون عليه احنا ناشدنا أيضا من خلالكم ناشد المسؤولين ورئاسة الوزراء بأن يضعون آلية للحد من موضوع اتداءات العقارات أولا ومن موضوع المشاكل اللي يعانيها أبناء الطائفة خصوصا الأبناء الطائفة اللي خارج العراق بصراحة ديجون يتفاجئون يلقون عقاراتهم طائرة فماكو حل جذري عندنا حتى هذا الموضوع نقدر نقضي عليه ونجلب الأمان للأهالي البضل اللي يقالهم نية أنه يجون للعراق العراق الحضارات ويستقضون به لأن مهما اتغربوا فحنيتهم ترجع للعراق لأن العراق بلد كل الأديان ما هي الرسائل بتقديرك المراد إرسالها من وراء هذه الهجمات هل هناك ربما جهات داخلية تعمل على تقويض الأمن في العراق بعد النجاحات التي حققتها الحكومة أم أن هناك ربما جهات خارجية تحاول عودة العمليات الإرهابية في العراق مرة أخرى خاصة هذا الهجوم تزامن مع ما حصل بالأمس من هجوم أو داعش ظهر فجأة في صحراء لمبار وخاطفة ثلاثة من جميع الكماء شوف نحن هنا بالعراق أنا أتوقع بعض النجاحات التي حققتها الحكومة والافتحية السيدة يسول الوزراء محمد شاع السوداني أضاف نكهة جديدة أو عمل جديد وبصاح تفاجئنا به أنا أتوقع أنه هاي رح تستمر المحاربة والضغوط بصورة غير مباشرة حتى أكون نوع من أنواع الضغوط اللي حصير اللي حيقولك أنه شوف ترى هو صح دايبني ويسوي بس باوع العمن عنده بيخلل يعني هاي حسب توقعاتي وجهة نظري فالشي اللي دا اللاحظة أنه بالعون الأخيرة قتل سلب يعني دا صير مواضيع بصراحة دا نتفاجئ يومية فلان انتحر فلان انقتل زين هل هذا الموضوع هو اعتباطي هل هذا الموضوع أنه هو يعني موجه لو هيتش نبع هيتش فاجئة نمنى قعدنا فاجئة بدت هاي السلسلة قبل كانت بالطاعفية أول ما بدت بدت هيتش بدت فلان كتل فلان فلان خطف فلان وبدت شوي شوي تصعد الوتيرة خلال أشهر فأنا أتمنى من الحكومة أن نتعالج هاي المواقف أول بول وتضع لها حلول لأن الأمن من أولويات أي حكومة تريد تستقر وتريد البلد هي أن يكون إلى الخير وأن ينعم به جميع الفعات وكل الفعات وخصوصا الأقليات بالعراق وإحنا المشكلة الأقليات مشكلتنا بالأقليات اشتركوا في القناة